اشتركوا في القناة للباطل جولة وأية جولة وللحق دولة ولدولة الحق صولات وصولات وصولات وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثلي بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري إنه مذهب مراجع حوزة النجفي وكربلاء الطوسية مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية الحلقة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة من برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ مجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية المذهب الطوسي مثالا هذا عنواننا الكبير أما عنواننا الصغير المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي وهذا هو الجزء السادس حدثتكم عن المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا إنها مستويات الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا تم الكلام فيه المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا تم الكلام فيه المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن تقدم في الحلقة الماضية قسمه الأول وهذا هو القسم الثاني إذن عنواننا الذي نتكلم في مضامين فحواه المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي وبيّن وبيّنت لكم المرادة من هذا المصطلح لا أريد أن أعيد الكلام كي أنتفع من وقت الحلقة وحدّتكم في المستوى الأول والمستوى الثاني من مستوياتي الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي إلى أن وقفت معكم في الحلقة المتقدمة عند المستوى الثالث من مستويات الشذوذ الجنسي عند الطوسي المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن تحدثنا عن صفي الدين الحل عن الشيخ عبد العزيز ابن سرايا الطائي الحلي المعروف والمشهور بصفي الدين الحلي المتوفى سنة سبعمائة واثنين وخمسين للهجرة وهو من علمائي وشعرائي وأدبائي الحوزة الشيعية الطوسية في الحلة وانتقلت إلى رمز آخر من رموز الحوزة الطوسية والذي كان متأثرا بصفي الدين الحلي إنه المرجع الشيعي النجفي محمد سعيد الحبوبي المتوفى سنة ألف وثلاثمية وثلاثة وثلاثين للهجرة وأعتقد أنني قد بيّنت لكم الكثير من الحقائق حقيقة واضحة مرت علينا من أن الأمور بخواتيمها خواتيم الأعمال الأمور بخواتيمها ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة هذه سنن الله هذه قوانين محمد وآل محمد عرضت كيف أن مجالس أهل البيت في أفراحها وأحزانها تخلو من شعر محمد سعيد الحبوب بينما ترتفع أصوات المغنين والمغنيات بأشعاره التي هي في ديوانه الوسخ هذا ديوان وسخ هو قال هو قال هو قال عن أن لسانه لسان فاسق هو قال هذا عن نفسه لست أنا فماذا يصدر عن اللسان الفاسق يصدر عن اللسان الفاسق القذر والوسخ ولذا فهذا الديوان الوسخ مشحون بالقصائد الخمرية القذرة التي لا تنسجم مع مذاق العترة الطاهرة ومشحون بقصائد الغزل بالذكور إلى الحد الذي يقسم بالأدبار إنه يقسم بأدبار الغلمان الذين يتعشقهم ليس بالضرورة أن يكون محمد سعيد الحبوب قد قام بهذه الأمور عمليا على أرض الواقع ولكن مثل ما مر علينا هناك لواط صناعي وهناك زنا صناعي وهو التلقيح الصناعي الذي ينتج لنا بنحو صناعي ينتج لنا أولاد زنا بحسب فتاوى مراجعنا العظام مر الكلام هذا هناك لواط نظري نفسي وهناك لواط عملي اللواط العملي الإدخال كالمين في المكحلة وهذا هو الكفر وأما التفخيذ فهو اللواط بحسب ثقافة العترة الطاهرة وقرأت عليكم الأحاديث والروايات اللواط النظري والنفسي هو هذا الذي يأتي واضحا وصريحا في أشعار صفي الدين الحلي الشيخ صفي الدين الحلي من علماء الشيعة في الحوزة الطوسية الحلية وفي أشعار المرجع الشيعي النجفي محمد سعيد الحبوب الشعراء يعرفون جيدا من أن الشاعر المجيد الذي يجيد قول الشعر إنه يعيش نفسيا في عالم خياله وفي عالم مشاعره بشكل مركز وقوي جدا مع مضامين شعره حتى كأن القصيدة حينما تخرج منه كأنه كان في حالة مخاض كالمرأة حينما تلد وليدها ولذا فالقصائد القوية في شاعريتها بمثابة أولاد لهذا الشاعر أو ذاك الشاعر محمد سعيد الحبوب وقبله صفي الدين الحلي وقد تأثر الحبوب بالحلي هذا كثيرا هذا واضح إذا أردنا أن نقارن أدبيا بين ديوان صفي الدين الحلي وديوان محمد سعيد الحبوب في جانب الخمريات وفي جانب مديح الأشخاص وفي جانب الغزل بالذكور لكن صفي الدين الحلي في ديوانه هناك من القصائد الجميلة والجميلة جدا في محمد وآل محمد وتتلى تتلى في مجالس الأفراح وفي مجالس الذكر حينما تعقد المجالس لذكر محمد وآل محمد أما ديوان محمد سعيد الحبوب فهو يخلو من تلك القصائد ليس هناك من قصائد قد خصصها لذكر محمد وآل محمد أما هذا الاعتذار الذي نقله لنا محمد السماوي عن صديقه من آل كبة عن صديق محمد سعيد الحبوب من آل كبة لما سأله لماذا لا يذكر في أشعاره محمدا وآل محمد فقال إنه يجد نفسه دون ذلك من أنه في حالة قصور إذا كان هذا الكلام حقيقيا هو شيء حسن وأنا أستبعد صدق هذا الكلام لأن الذي يفكر بهذا المستوى لا يكون منحطا بهذا الانحطاط الذوق والأدب في أشعاره ديوان محمد سعيد الحبوب يمثل حالة من الانحطاط بموازين أهل البيت أنا لا أتحدث بموازين الشعراء والأدباء الذين يعدون النظم في الخمر ويعتبرون القصائد الخمرية من روائع الأشعار لا شأن لي بهم ذلك ذوقهم أنا أتحدث عن مذاق العترة الطاهرة حينما أقايس بين قذارة الحبوب وبين نصوص الزيارات الشريفة حينما أقايس بين قذارة الحبوب وما جاء في الأدعية والمناجيات حينما وحينما وحينما حديثي هنا في أفق موازين العترة الطاهرة الشاعر حينما ينظم قصيدة إنه يعاني معاناة إنه يعيش حالة نفسية معقدة حتى تخرج القصيدة خصوصا إذا كانت القصيدة محملة بالمشاعر والحواس والعواطف المركزة الجياشة بغض النظري أكانت في جانب الحق أم كانت في جانب الباطل ونحن نتحدث عن جانب الباطل لأن قذارات الحبوب المرجع الشيعي الكبير في ديوانه الوسخ القذر هذه القذارات قذارات وسخة جدا بحسب موازين القرآن بحسب موازين القرآن هذا هو الكلام الذي يبعد عن الله وهذا هو الكلام الذي أمرنا إذا ما خاض فيه الخائضون أن نبتعد عنهم هذه قذارات الحبوب قذارات وسخة جدا لزال الديوان بين يدي أشير إلى أنموذجين إضافة إلى النماذج المتقدمة في الحلقة الماضية من الديوان نفسه الذي جمعه وأعده محمود الحبوب وشرح مفرداته وترجم أعلامه عبد الغفار الحبوب الطبعة الخامسة طبعة دار الكوكب للطباعة والنشر والتوزيع 2005 ميلادي في الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة القصيدة المشهورة والتي غناها مغنو المقام العراقي ملاحظة لا بد أن تعرف من أن غناء المقام العراقي المقام البغدادي هذا تراث عباسي هذه مجالس المقام العراقي بقايا التراث العباسي اللوطي ولذا في أجواء قراء المقام يقال ما يقال في أجواء الغزل بالذكور نظريا وحمليا الحكاية طويلة لا أريد أن أفتح نافذة على هذا الباب لكن شبيه الشيء منجذب إليه فأشعار الحبوب القذرة في الغزل بالذكور وفي الخمريات الوسخة إلى أين تتجه هل تتجه إلى مجالس ذكر الحسين مثلا لا يمكن هذا هذا أمر مستحيل تتجه إلى مجالس المقام العراقي الذي هو بقايا بقايا من تراث الخلافة العباسية اللوطية الشاذة جنسيا البغدادي يا غزال الكرخ ووجدي عليك كاد سري فيك أن ينهتك الكلام مع غلام من الكرخ من كرخ بغداد إنه غزال الكرخ بالنسبة لمحمد سعيد الحبوب نظريا إنه اللواط النظري النفسي على الأقل يا غزال الكرخ ووجدي عليك كاد سري فيك أن ينهتك هذه الصهباء الخمر هذه الصهباء يقال لها الصهباء هم يقولون إنها شديدة لمعان إنها صافية يتحدثون عن صفاء الخمر هذه الصهباء والكأس لديك وغرامي في هواك احتنك اشتد وألمني يا غزال الكرخ فاسقني كأسا وخذ كأسا إليك فلذيذ العيش أن نشترك أترع الأقداح أترعها يعني إملأها أترع الأقداح راحا قرقفا الراح الخمر والقرقف من أوصافها ومن أسمائها لكنها حينما حينما تأتي وصفا للراح فإن شاعر يشير إلى شدتها إلى شدة تسكيرها إنها تسكره وتسكره 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 أترع أترع الأقداح راحا قرقفا واسقني واشرب أو اشرب واسقني هذا غنج من الشاعر نفسه الشاعر هنا يتغنج مع غزال الكرخ الذي يميل مائسا بأعطافه متغنجا بين يديه أترع الأقداح راحا قرقفا واسقني واشرب أو اشرب واسقني ولماك إنه يتحدث عن شفاهه ولماك ولماك العذب أحلى مرشفا إنه يترشفها يمصها ولماك العذب أحلى مرشفا من دم الكرم دم الكر الخمر فالكرم العنب وأشهر أنواع الخمر في الأزمنة القديمة تصنع من العنب في زماننا اختلفت صناعات الخمور لكن أشهر أنواع الخمر كانت تصنع من العنب يصنع الخمر قديما من التمر ومن غيره ومن الزبيب ومن العديد من الفواكه لكن أشهر أنواع الخمر كانت تصنع من العنب ولماك العذب أحلى مرشفا إنه يتحدث عن الشفة السفلة ويشير إلى أن لونها ليس فاتحا أن لونها داكن هذا معنى ولماك العذب ولماك العذب أحلى مرشفا من دم الكرم وماء المزن المزن هي الغيوم وماء المزن هو الماء النقي الذي يخالطونه مع الخمر فإنهم يكسرون حدة الخمرة بالماء النقي من دم الكرم وماء المزن حينما تكسر الخمرة بماء المزن البارد كي تكون باردة إلى أن يقول وهو يتحدث عن غزاله عن غزال الكرخ في الصفحة الحادية والثمانين بعد المئة وافر الأرداف أردافه جهة مؤخرته يمين المؤخر رتف ويسارها رتف فهو يتحدث عن هذه الأرداف يقول وافر الأرداف أردافه مكتنزة أردافه منتفخة أردافه ليست ملتصقة بظهره إنما هي بارزة وافرة وافر الأرداف أبدت نقصه هذه الأرداف الكبيرة المكتنزة المكتنزة أبدت نقصه أين بدأ نقص غزال الكارخ بدأ نقص غزال الكارخ في خصره فإن خسره فإن خسره خسر هضيم إنه ضيق الخصر هضيم الخصر وافر وافر الأرداف أبدت نقصه بدقيق الخصر إذ رجت لديه فإنه حينما يتحرك ويتمايل فإن مؤخرته فإن أردافه ترتج ارتجاجا وهذا هو الذي يعشقه الحبوبي وبقية الشعراء في مؤخرات الغلمان كما يبدو من قصائده ما تأملت بعيني شخصه غيرة من نظر العين عليه فهو يغار من عينه عليه لكنه مشدود إلى أردافه المكتنزة التي ترتج ارتجاجا وإلى دقيق خصره وهو يشاركه الشرب مثل ما يقول له فاسقني كأسا واخذ كأسا إليك فلذيذ العيش أن نشترك أترع الأقداح راحا قرقفا مسكرة وسقني واشرب أو اشرب وسقني والله لا يعجبني هذا القرف لكن بيان الحقائق لابد أن يكون بهذا النحو وإلا لن تتضح الحقيقة لابد أن نضع أيدينا على قذارة مراجع العظام لابد أن نضع أيدينا على عورات المذهب الطوسي القذر النجس في الصفحة التاسعة والثلاثين بعد الثلاثمائة هذه القصيدة قبيحة جدا لكنها طويلة الوقت يجري سراعا فماذا أصنع للوقت وعندي الكثير من المطالب إلا أنني لن أتركها سأشير إلى بعض أبياتها هكذا يقول مرجعنا العظيم الكبير من تلامذة المدرسة العرفانية مدرسة حسين قلي الهمداني ومن مراجع النجف العظام أتعرفون من كان حامل أسراره إنه محسن الحكيم محسن الحكيم كان الذراع الأيمان لمحمد سعيد الحبوي عبث الدلال فهز مائس عطفه وتغصب فارتج مائج رتفه من البهت الأول إن الحبوب يذوب هنا في مؤخرة غلامه الذي يعشقه في مستوى اللواط النظري في مستوى العشق للغلمان نظريا مثل ما يثبت هذا في أشعاره الفاسقة بحسب ما يقول هو عبث الدلال فهز مائس عطفه إن الدلال يجعل هذا الغلام يميس كما تميس العروس ألا يقولون من أن العروس تميس ميسا في ليلة زفافها فها هو يميس بأعطافه الأعطاف جوانب بدنه عبث الدلال فهز مائس عطفه وتغصب إنه عنفوان قوة جسده وتغصب فارتج مائج رتفه إن رتفه يموج موجا حينما يتحرك ويتمايل مائسا بأعطافه إنما يفعل ذلك أمام نظر الحبوب أو حينما يكون بين يديه في أحضانه يميس يمينا وشمالا والأرداف مائجة مرتجة عبث الدلال نظرية نظرية عبث الدلال فهز مائس عطفه وتغصب فارتج مائج رتفه فالبان البان إنه شجر البان فالبان يقصفه تميل غصنه يقصفه يغير حاله يتبدل وضعه فإن البان هذا الغصن الذي يؤتى به من شجرة البان حينما يتميل فإن حاله يتغير والرمل ينسفه تهيل حقفه يشبه حركة ارتجاج مؤخرة هذا الغلام مثلما يتحرك مرتفع من الرمل حقف الرمل هو مرتفع منه فحينما يهب الهواء فإن ذلك الرمل يتحرك يتغير يتغير حاله إلى أن يقول فغدت مطارحة العتاب تهزه يعاتبه يعاتب حبيبه معشوقه هذا الغلام الذي ترتج أرداف مؤخرته ارتجاجا فغدت مطارحة العتاب تهزه وغدوت أرفق ما استمر بهتفه أشكو إليه كما تشك خصره الحبوب يشك لغلامه من حبه كما تشك خصره من أي شيء تشك خصره من تحمل رتفه لأن الخصر ضعيف ولأن المؤخرة كبيرة مندفعة إلى الوراء لماذا كل هذا التعلق بالمؤخرة أذكر كلمة لصدام كان يقولها للجنود العراقيين أيام الحرب العراقية الإيرانية وهو يتحدث فيها عن الانسحاب التكتيكي من أن ينسحب إلى الوراء من حيث هو إلى الأمام ويصر على نقطة يصر على حماية المؤخرة الاهتمام بحماية المؤخرة شعراءنا من مراجعنا العظام ومن علمائنا الكرام من الطفسيين الفطاحل يبدو أنهم مهتمون كثيرا بالمؤخرة المؤخرة مهمة جدا عند مراجعنا العظام هذا الذي هو في أشعارهم أشكو إليه كما تشك خصره من حبه لا من تحمل ردفه إلى أن يقول قسما بلفتة جيده الجيد العنق أو جانب العنق قسما بلفتة جيده وبطرفه وبعينه وبغصن قامته وماذا بعد وربوة رتفه إن رتفه إن مؤخرة هذا الغلام لها ربوة لها ارتفاع لها ربوة فهي في آخرها تكون مدورة ممتلئة وليست مرتخية لها ربوة قسما بلفتة جيده مرجعنا العظيم يقسم هنا بمؤخرة هذا الغلام إنه لواط لكنه لواط نظري قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه وبمرسل من شعره يبدو أنه قد صنع تسريحة لشعره وبمرسل من شعره ما أرسله بعض شعره قد أرسله من دون أن يصنع فيه شيئا وعقاصه وبعض شعره قد ظفره فهناك ظفائر وهناك شعر مرسل وبمرسل من شعره وعقاصه ومرتب من نشره أو لفه ويقسم ببقية شعره لكنه يقول من أنه مرتب منسق إن كان في الشعر الذي لفه وظفره أو كان في الشعر الذي أطلقه وبخده وبورده وبشمه وبثغره وبخمره وبرشفه ما كنت أحسبني أبدت حباله أبدت حباله أن ينقطع الوصل فيما بيني وبينه أو أن إلفا يلتوي عن إلفه إنه يتشوق إليه ويتشك من القطيعة التي حدثت فيما بعد فيما بينه وبين معشوقه وهو يقسم بمؤخرته لأن مؤخرته مقدسة يقسم بها قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه هؤلاء مراجعكم أنا لا أحدثكم بشيء من عندي ولا نقلت كلاما من الوهابيين يفترونه على مراجعكم ولا نقلت كلاما من شاعر لا علاقة له بالجو الحوزوي وبالجو المرجعي مثلا من الشعراء الشيوعيين هذه القذارة من مراجعكم وهذا الديوان من حوزتكم وهذا الكلام من عمائمكم فهذه القذارة منكم وإليكم وهذا الوسخ منكم وإليكم تتهجمون على نزار قباني إنني قد قرأت أكثر دواوينه إن لم أكن قد قرأتها كلها ما وجدته في المكتبات من دواوين نزار قد قرأته وإنني أحفظ بعضا من أشعاره والله ما وجدت الرجل يتغزل بذكر أبدا تغزل لم يتغزل لا أدري لكنني بحسب ما قرأت في دواوينه ما وجدت نصا في دواوينه يتغزل بمذكر إنه يتغزل بالحسناوات من النساء بالجميلات بالمثيرات من بنات حوى هذا هو الذي وجدته في دواويني وأشعاري وقصائد نزار قباني وأنتم أنتم أصحاب العمائم تحملون عليه الحملة تل والحملة والله لهو أعف لسانا وأطهر أدبا من قذاراتكم هذه يا معذن القذارة والوسخ ما هذا الوسخ تقسمون بمؤخرة غلام لوطي لاحظوا الكذب هنا غرضها غرض القصيدة الغزل بالمؤنث أين هو المؤنث الغزل بالمؤنث وقد أفرغ بقال بالذكا شنو أخرت شنو تجعمص بابا انتهى وقت تجعمص روح تجعمص على روحكم جعمص على هاي المطايا اليامكم وقت تجعمص انتهى مع قناة القمر ما يفيد بعد تجعمص هذا تجعمص خلوه يقدس يقدس مؤخرة هذا الغلام المأبون اللوطي الذي يلاطفي هالشكل يضحكون عليكم غرضها غرض القصيدة الغجل بالمؤنث وقد افرغ بقالب المذكار يحتاج له فتزيج عراق معدل هذه نذهب إلى فاصل يا حبيب الباكين يا سيد المتوكشلين يا هادي المظلين يا ولی المومنين يا انیس الزاكرین يا مفزع الملحوفین يا منجي الصادقین يا اقدر القادرین يا اعلم العالمين يا اله الخلق اجمعین سبحانك يا الغرق يا من علا فقهر يا من ملك فقدر يا من بطن فخبر يا من عبده فشکر يا من عصیه فغفر يا من لا تحویه الفکر يا من لا يدرکو بصر يا من لا يخفا علیه اثر يا رازق البشار يا مقدر كل قدر سبحانك يا لار الغرق ومن محمد سعيد الحبوب وشعره الذي يقدس فيه المؤخرات الأدبار ويقسم بربوة الارداف مثل ما قرأت عليكم في اشعاره قبل قليل الى شاعر معاصر له ومن عمائم النجف هو حلي في اصله شاعر مشهور ومشهور جدا في الوسط الحسيني انه جعفر الحلي السيد جعفر الحلي الذي ولد سنة الف ومئتين وسبعة وسبعين وتوفي سنة الف وثلاثمية وخمسطعش توفي في شبابه في السنة الثامنة والثلاثين من عمره الاصل من الحلة وهو من عمائم النجف ومن معاصري محمد السعيد الحبوبي ومن من كانوا يحضرون مجلسه مجلس الحبوبي تلاحظون ان العمائم السوداء تحاصرنا من كل مكان من ابراهيم الطباطباء حفيد مهدي بحر العلوم مرت الاشارة اليه في الحلقة الماضية الى محمد السعيد الحبوبي الى جعفر الحلي قصائده الحسينية جميلة جدا لا شك في هذا وميميته التي تحدث فيها عن سيد الشهداء وعن أب الفضل العباس معلقة فاخرة لو أن في زمانه وحتى في زماننا هناك معلقات فهذه معلقة من معلقات الحماسة الطالبية الميمية التي يقول فيها انني اقرأ من ديوانه سحر بابل وسجع البلابل بابلي هو لابد أن يحضر الأصل في عنوان ديوانه هذا هو ديوانه سحر بابل وسجع البلابل هذه الطبعة من منشورات الشريف الرضي الطبعة الأولى قموا المقدسة حتى حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال بما تجن وتكتم وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم علمه بيده صاحب الراية ما راعهم ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران غيران يعجم لفظه ويدمدم عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزم ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقروا لونها والأدهم إلى آخر القصيد هذه أبيات اقتطفتها لماذا اقتطفتها لأنه مدح السلطان العثمانية الناصبية عبد الحميد بقصيدة ضمنها نفس هذه المعاني وأكثر وأكثر إذا ما ذهبت بكم إلى الصفحة الثمانين وقال في مدح السلطان السابق عبد الحميد خان ومهنيا له في فتحه لليونان للمعركة التي حدثت بين الدولة العثمانية آنذاك واليونان هكذا يقول له يخاطب هذا السلطان الناصبي ولأجل دولته قاد محمد سعيد الحبوب العشائر العراقية وذبحها ذبحها الحبوب لأنه ألقى بها في جحيم نيران الجيش البريطاني بتلك الأسلحة الحديثة والعشائر العراقية متخلفة إلى أبعد الحدود قادهم الحبوب فأهلكهم أهلكهم عن آخرهم وهذا هو الذي صدمه ولما رجع إلى الناصرية هذه الصدمة هي التي قتلتك ومات في وقتها هكذا يقول جعفر الحلي مخاطبا السلطان عبد الحميد العثماني لك طأطأت دول الضلال رقابها قدها فسيفك قد أذل صعابها فاليوم صار الدين فيك مؤيدا ولدولة الإسلام كل هابها فمن المطاول دولة نبوية الدولة العثمانية دولة نبوية فمن المطاول دولة نبوية وقفت ملائكة السماء حجابها فبكم بني عثمان دولة أحمد سحبت بفرع الفرقدين ثيابها بشراك يا شمس الوجود بشراك يا شمس الوجود بدولة بيضاء قد جل سناك ضبابها هو إما أن يخاطب عبد الحميد بأنه شمس الوجود أو أنه يخاطب رسول الله بأنه شمس الوجود وهذا بعيد لأن البيت الذي بعدها أرسى قواعدها النبي محمد ورفعت أنت إلى السماء قبابها يخاطب عبد الحميد الثاني العثماني بشراك بشراك يا شمس الوجود الخطاب واضح للسلطان العثماني بشراك يا شمس الوجود بدولة بيضاء قد جل سناك ضبابها أرسى قواعدها النبي محمد قواعد الدولة العثمانية دولة الفساد واللواط إنها امتداد للخلافة العباسية أهلوطية أرساها محمد صلى الله عليه وآله أرسى قواعدها النبي محمد ورفعت أنت يا عبد الحميد العثماني ورفعت أنت إلى السماء قبابها إلى أن يقول وهو يتحدث عن جيش عبد الحميد وعن جنوده قلب اليمين على الشمال وجدل أبطال شرك لا نطيق حسابها لا نعرف عددها هنا قال للعباس أيضا قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم قلب اليمين على الشمال وجدل أبطال شرك لا نطيق حسابها حتى جرين من الدماء جداول خاضت خيول المسلمين عبابها فتصبغت تلك الخيول من الدماء والنقع غبر نجبها وعرابها النجب والعراب إشارة إلى سلالات الخيول الشريفة فتصبغت تلك الخيول من الدماء والنقع غبر نجبها وعرابها النجب والعراب هي من سلالات الخيول الشريفة العصيلة إنها الخيول الشريفة فيما بين الخيول فغدت سواء فغدت سواء حمرها وورادها والشقر مذ صبغ النجيع إهابها ما هو هذا الكلام صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم لقطة أردت أن أشير إليها من أن المضامين الميمية التي قلت عنها إنها معلقة بين القصائد هذه المضامين ذكرها وبنحو أشد وأقوى في مدح عبد الحميد العثماني شعراء شعراء صنى صناجون الشعراء صناجون ولذا يقال للأعشى لأعشى قيس صحب المعلقة ودع هريرة إن الركب مرتحل هذه المعلقة المشهورة من أشهر المعلقات يقال له صناجة العرب ما المراد من الصناجة هذا الذي يحمل ربابته ويدور على الناس يمتدحهم بأشعاره كي يحصل على مقدار من المال هؤلاء هم الصناجون شعراء صناجون أقرأ عليكم مما جاء مذكورا في أعيان الشيعة لمحسن الأمين العاملي وهذا هو المجلد الرابع الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة السابعة والتسعين إنها ترجمة جعفر الحلي الذي نحن بصدد الحديث عنه يقول عنه كان فاضلا مشاركا في العلوم الإلهية والدينية هو من فضلاء حوزة النجة كان فاضلا وكان زميلا لمحسن الأمين العاملي في حضور دروس الخارج عند كبار مراجع النجة هو الذي يقول كان فاضلا مشاركا في العلوم الإلهية والدينية أديبا محاضرا شاعرا قوية البديهة حسن العشرة رقيق القشرة صاف السريرة حسن السيرة مدح السلاطين والعلماء فمن دونه والذين دون ذلك ونال جوائزهم وله ديوان شعر مطبوع اسمه سحر بابل وسجع البلابل الذي أقرأ من إلى أن يقول رأيناه في النجة محسن الأمين العاملي رأيناه في النجة وكان شريكنا في الدرس عند الفقيه الشيخ محمد طه نجة وقرأ أيضا على الشيخ ميرزا إحسين ابن ميرزا خليل الميرزا إحسين الخليلي من مراجع النجة في وقته وقرأ وقرأ أيضا على الشيخ ميرزا حسين ابن ميرزا خليل وتوفي ونحن في النجة ورثاه الشعراء ومنهم الشيخ محمد السماوي إلى آخر كلامه فكان من فضلاء حوزة النجة وكان زميلا في الحضور عند محمد طه النجة وعند ميرزا حسين الخليلي مع محسن الأمين العاملي قلت لكم ولد في سنة 1277 وفي النصف من شعبان في يوم النصف من شعبان وتوفي في أواخر شعبان سنة 1315 مر علينا بالنسبة للحبوب فإنه قد توفي سنة 1333 وهو أكبر سن من جهة الولادة من جعفر الحلي الحبوب ولد سنة 1266 قبله قبل ولادة جعفر الحلي الذي ولد 1277 أقرأ بعضا من غزله بالذكور صفحة 130 هذه القصيدة قصيدة طويلة لكنني سأقرأ بعضا من أبياتها من عذيري به من عذيري به رخيم دلال فتنتني ألحاظه الفاترات الألحاظ الفاترة هي العيون الناعسة يا مريض الجفون أمرتني الألحاظ الفاترة الألحاظ الناعسة من عذيري به رخيم دلال رخيم دلال إنه يتغنج بصوته الرخيم فتنتني ألحاظه الفاترات سيقولون لك هذا غزل بالنساء كذابون وحق الحسين هذا البيت يفضعهم ونبات ونبات العذار زاد ولوع العذار أو العذار لا يكون للمرأة إنما هو للرجل وهو ما ينبت من شعر في بداية ظهور شعر لحية الرجل ما يخرج من شعر على العذارين على الجانبين هو هو يتغزل حتى بهذا الشعر مع أن هناك قوم من اللوطيين لا يحبون هذا يعرضون عن الغلام إذا ما نبت الشعر في وجهه ونبات العذار زاد ولوع زدت ولعا فيه يعني لستك أولئك اللوطيين الذين لا يحبون الغلام حينما ينبت شعر لحيته في بداية ظهورها ونبات العذار زاد ولوعي زدت ولعا فيه ومن الجهل أن يعاف النبات من الجهل أن نعرض عن الغلام في هذه المرحلة في هذه المرحلة لابد أن نلتصق به أكثر هذا ذوقه ولولا الأذواق لبارة السلع كما تعرفون هذا ذوق علمائنا الكرام ومراجعنا العظام وشعرائنا الأكارم الأعظم من عذيري به رخيم دلال فتنتني الحاضه الفاترات ونبات العذار زاد ولوع ومن الجهل أن يعاف النبات عكست عكست خده الطلع وقد تقرأ الطلع إنها الخمرة كان قريبا منه فخده ظهرت صورته في آنية الخمر عكست خده الطلع فاستنارت مثل ما تحكس الشموس المرآة فمثلما المرآة تنقل لنا الشمس فإن كؤوس الخمر نقلت لنا جمال خده غنج اللحظ غنج اللحظ أي أنه بألحاظه وحركات جفنيه ونظرات عينيه يميس دلالا دلاله واضح إنه يثيرني هو يقول هكذا يثيرني يثيرني بلفتاته وبنظرات عينيه غنج اللحظ التغنج إما باللسان أو بحركة البدن لكن هذا يتغنج بعينيه غنج اللحظ أتلع الجيد ما هو بقصير الرقبة أتلع الجيد هذه صفة للغزال رقبته كرقبة الغزال غنج اللحظ أتلع الجيد يحلو منه دل يتدلل وغمزة والتفات حركاته جميلة غمزاته باهرة إنه يثير شاعرنا ما أحيلاه ما أحيلاه هذا إظهار للحب بشدة ما قال ما أحلاه ما أحيلاه ما أحيلاه والأكاويب الأكاويب جمع ليكوب وهو القدح والأكاويب تجلى بيننا إذ نقول هاكم وهاتوا وبخديه غض ورد نظير قطفته خده العذار فزادتني ملاما على هواه اللحات اللحات اللائمون المخاصمون يلومونني كيف أعشق غلاما قد نبت الشعر في وجهه لكنني أعشقه وهكذا قال ونبات العذار زاد ولوعي ومن الجهل أن يعاف النبات دب في خده العذار الشعر فزادتني ملاما على هواه اللحات اللائمون ليت شعري وللندام اجتماع في رياض تجلى بها الكاسات الشموس تطلعت أمسقات ورحيق في الكأس أم وجنات إلى آخر القصيدة إنه يعشق الغلامة بطريقة تخالف طريقة اللوطيين حتى وإن نبت الشعر في وجهه لأن صدر الدين الشيرازي في كتابه الأسفار حينما درسنا الطريقة العرفانية لمعرفة الله أن نعشق الغلمان قبل أن يكون الشعر قد نبت في عوارضهن هكذا علمنا صدر الدين الشيرازي في دراستنا لكتابه الأسفار إذا أردنا أن نعرف الله أن نصل إلى الله أن نبحث عن غلام جميل أمر كي نعشقه كي نستطيع أن نصل إلى الله وقبض من دبش نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صفحة 419 وهو يخمس قصيدة لمحمد سعيد الحبوبي قصيدة من قصائد محمد سعيد الحبوبي في الغزل بالغلمان يخمسها تخميسا يا يوسف الحسني فيك الصب قد ليما هذا شعر جعفر الحلي لأن في التخميس يكون البيت الأصل في آخر المقطع يا يوسف الحسن فيك الصب قد ليما الصب العاشق يخاطب غلاما بهذا الوصف يا يوسف الحسن فيك الصب قد ليما ولو رأوك هووا للأرض تعظيم بمن حباك فنون الحسن تتميما لحكوكبا هذا هو كلام الحبوبي لحكوكبا وامشي غصنا ولتفت ريما فإن عداك اسمها لم تعدك السيمة لم تعدك السيمة يعني إن لم تكن تسمى بأنك كوكب وبأنك غوص وبأنك ريم بأنك غزال فإن عداك اسمها لا تسمى بهذه الأسماء لم تعدك السيمة إنما صفتها وسيماؤها ظاهرة عليك يخاطب غلامه الذي يعشقه نظريا نظريا هذا هو اللواط النظري مر علينا اللواط الصناعي وهذا اللواط النظري يا يوسف الحسن فيك الصب قد ليما ولو رأوك هو للأرض تعظيما بمن حباك فنون الحسن تتميما لح كوكبا وامش غصنا ولتفت ريما فإن عداك اسمها لم تعدك السيمة إلى أن يقول صفحة أربعمية واثنين وعشرين دم الشقيق مراق في أنامله إنه يتحدث عن شقائق النعمان نوع من أنواع الورود أوراقها حمراء شديدة الحمراء إذا ما فركها الإنسان بين أصابعه فإن أصابعه ستتلون بلون قريب من لون الدم دم الشقيق مراق في أنامله يبدو أنهم جلاس في حديقته أو أنهم جلاس في مكان تكثر فيه شقائق النعمان وهذا الغلام الجميل يعبث بورود الشقائق هذه حتى تلونت أنامله وأصابعه بهذا اللون بلون الدم دم الشقيق مراق في أنامله والخيزران عليل من تمائله يقارن يقارن فيما بينه وبين الخيزران الخيزران نبات عود الخيزران يتمايل فيقول من أن الخيزران عليل من تمائله عليل بسبب غيظه فالخيزران هذا بيت الحبوب يا حسنه حين باه في شمائله ورج ورج أحقاه فرمل في غلائله الحبوب هكذا يصف هذا الغلام بأنه يلبس ثيابا رقيقة غلائل الغلائل هي الملامس الداخلية في لغة العرب كان العرب يقولون للملابس الداخلية للجواري غلائل ويقال للجزء الذي يلبس على الصدر غلاله الغلائل هي الملابس الرقيقة الشفافة هؤلاء يعيشون في أجواء رومانتك رومانسية إلى أبعد الحدود كما يتصورونها في أشعارهم القذرة هذه ورج أحقاف رمل الأحقاف هي تلال الرمل إنه يشبه أردافه عجيب هذا الحبوبي أشعاره لا بد أن يتحدث فيها عن المؤخرة دم الشقيق مراق في أنامله والخزران عليل من تمايله يا حسنه حين باهى في شمائله ورج أحقاف رمل في غلائله من تحت ملابسه الداخلية الشفافة كانت أردافه كتلال الرمل تتحرك مرتجة ورج أحقاف رمل في غلائله يكاد ينقد عنها الكشح مهضومة لثقلها لثقل الأرداف والانتفاخ ها ولأنها مكتنزة وكبيرة وبارزة فلثقلها تكاد أن تنقطع عن خصره يكاد ينقد ينقد ينقطع عنها الكشح مهضومة الكشح جانب البدن في منطقة الخصر إلى أن يستمر في مثل هذا الكلام الوسخ الوقت يجري سريعا كان في نية أن أقرأ أبيات أخرى لكنني هكذا يبدو لي أن الوقت لا يكفي كي ألملم أطراف الحديث في هذا الموضوع في هذه الحلقة هذا مثال آخر من عمائم النجف السوداء من فضلائها وعلمائها ومن الشعراء الحسينيين محمد السعيد الحبوب ما هو من الشعراء الحسينيين هو من شعراء الأرداف والأوراك والمؤخرات والكؤوس والخمرة ومن جعفر الحل أنتقلوا بكم إلى فقيه ومجتهد من مجتهدين النجف السيد رضا الهندي رضا الهندي هذا ديوانه رضا الهندي هكذا جاء في ترجمته أقرأ عليكم من أدب الطف أو شعراء الحسين لإجواة شبر وهذا هو الجزء التاسع مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان تبدأ الترجمة صفحة 241 السيد رضا الهندي المتوفى 1362 للهجرة كانت تربطه بجعفر الحل علاقة وثيقة جدا وكان يحضر مجلس محمد سعيد الحبوب في النجف هؤلاء يتواصلون مع بعضهم الحبوب توفي سنة 1333 جعفر الحلي توفي سنة 1315 رضا الهندي توفي سنة 1362 للهجرة كان وكيلا لأبو الحسن الإصفهاني وتربطه بأبو الحسن الإصفهاني تربطه علاقة وثيقة أرسله وكيلا عنه إلى منطقة المشخاب وتوفي هناك ماذا يقول جواج شبر في موسوعته أدب الطف صفحة 242 ومكث يواصل دروسه في سامر انتشر الطاعون في النجف فخرج كثيرون إلى سامر ومنهم رضاء الهندي ومكث يواصل دروسه في سامر وكان موضع عناية من آية الله المجدد الشيرازي محمد حسن الشيرازي صاحب الفتوى المشهورة الفتوى التي تعرف بفتوى التنباك وكان موضع عناية من آية الله المجدد الشيرازي المجدد الشيرازي كان من تلامذة مدرسة حسين قلي الهمداني وكانت له علاقة مع محمد سعيد الحبوبي صداقة ولهما صديق آخر هو جمال الدين الأفغاني جمال الدين الأفغاني ما هو سنيون لكنه كان يظهر التسنن جمال الدين الأفغاني هو إيراني من أسد آباد من مدينة همدان فهو فهو جمال الدين الحسيني هو هاشمي حسيني الحسيني الأسد آبادي الهمداني ولكنه ولكنه يتخفى تحت هذا اللقب كان في النجف ومن تلامذة مدرسة حسين قلي الهمداني وبعد ذلك صار رئيسا لمحفل الماسونية في مصر يمكنكم أن تعود إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشعية كي تطلعوا على تفاصيل هذا الموضوع وبالوثائق بالوثائق 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 القطعية التي لا مجال للشك فيها وكان موضع عناية من آية الله المجدد الشرازي لذكائه لذكاء رضا الهند وسرعة البديهة وسعة الاطلاع وفي النجف واصل جهوده العلمية على أساطين العلم بعد ذلك لما رجع الراجعون إلى النجف وفي النجف واصل جهوده العلمية على أساطين العلم حتى نال درجة الاجتهاد وعندما انتدبه المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني للإرشاد وذلك بعد أن شهد سابقا له مراجع الطائفة شهدوا له بالاجتهاد كالشيخ محمد حسن آل صاحب الجواهر والشيخ الشربياني والملة محمد كاظم الخراساني إلى آخر كلامه إلى آخر كلام جواد شبر في الجزء التاسع من أدب الطف أنا أنا لست بصدد تتبعي كل ما كتب عن رضاء الهندي هو تعريف إجمالي وهذا ديوانه الذي بين يدي انتشارات المكتبة الحيدرية هذه الطبعة الأولى ألف أربعمية وثلاثين هجري قمري قم المقدسة أشهر قصيدة لسيد رضاء الهندي هي القصيدة الكوثرية هذه أشهر قصيدة في أجواء النجف خصوصا تقرأ في مختلف المناسبات تقرأ في أفراح الأئمة وتقرأ في الأعيات وتقرأ في الأعراس وتقرأ كذلك في احتفالات الختام وتقرأ في مجالس العقد عقد الزواج وتقرأ وتقرأ أشهر قصيدة تقرأ في النجف هي القصيدة الكوثرية وإنما عرفت بالكوثرية جاء فيها إنا أعطيناك الكوثر من هنا عرفت بالكوثرية هذه القصيدة الكوثرية تشتمل على جزئين الجزء الأول منها غزل ونسيب ما يسمى بالنسيب النسيب مصطلح أدبي يطلق على الشعر الغزلي والذي والذي قد يكون افتراضيا ليس حقيقيا وقد يكون حقيقيا الذي تفتتح به القصائد وهذا أمر كان معروفا عند شعراء العرب منذ العصر الجاهلي يفتتحون قصائدهم في مختلف الموضوعات ربما تكون القصيدة مديحا وربما تكون القصيدة تشوقا وحزنا وربما تكون القصيدة رثاء وربما تكون القصيدة فخرا وحماسا لكنهم يبتدعون بالنسيب والمراد من النسيب هو الشعر الغزلي الذي قد يكون افتراضيا وقد لا يكون افتراضيا قد يكون حقيقيا يكون في بداية القصائد فلا يقال للقصيدة التي كلها غزل نسيب هذا النسيب مصطلح في عالم الادب العربي للغزل الذي تفتتح به القصائد القصيدة التي عرفت بالكوثرية لرضاء الهندي الجزء الاول منها غزل نسيب قد يكون افتراضيا قد لا يكون افتراضيا هذا امر ليس مهما بالنسبة لي الجزء الثاني منها مديح لامير المؤمنين من اجمل المديح القصيدة جميلة خصوصا وانه جاء بها على البحر المتدارك البحر المتدارك الذي وزنه اخذ من ركضة ركضة الخيول فعلا 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 امفلج ثغرك ام جوهر فعلا 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 هذه ركضة الخيول مثلما نقول في العامية طربك 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 لركضة الخيول فعلا 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 امفلج ثغرك ام جوهر ورحيق رضابك ام سكر قد قال لثغرك صانعه انا اعطيناك الكوثر فسميت الكوثرية الجزء الاول منها في الغزر الجزء الثاني من القصيدة في مديح امير المؤمنين ويبدأ من هنا سوت صحيفة اعمالي ووكلت الامر الى حيدر هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر قد تمت لي بولايته نعم جمت عن ان تشكر الى اخر القصيدة الجزء الذي يرتبط بمديح امير المؤمنين حينما يقول سوت صحيفة اعمالي ووكلت الامر الى حيدر هذا جزء بديع لا شأن لي به وانا اقرأه في مجالسي في احاديثي في محاضراتي هذا الجزء الجميل في مديح امير المؤمنين لكن المشكلة في مقدمة القصيدة في النسيب النسيب الذي جاء به مقدمة لقصيدته هو غزل بغلام غزل اللوط والاقبح من هذا جاء بآيات من القرآن وجعلها في وصف ذلك الغلام الذي يعشقه إن أعطيناك الكوثر إنه يخاطب الغلام لكن الأقبح من كل ذلك أن نجد ابنه ابن رضاء الهندي أحمد الهندي وهو معمم أيضا وهو حوزوي أن نجد ابنه يكتب تعليقة على القصيدة الكوثرية فيشرح الأبيات التي تغزل فيها أبوه بغلام مأبون يشرحها برسول الله والأقبح والأقبح من هذا هذه الكوثرية حينما تقرأ في مجالس المراجع في النجاف وفي حسينيات النجاف القارئ يقرأ أبيات يتغزل بها رضاء الهندي بغلام مأبون وهم يرفعون أصواتهم بالصلوات يظنون أن الأبيات في رسول الله تعالوا قلولي شين سووا ويها الأمة المطاية فهمون فهمون ويها الأمة المطاية أتذكر سنة 1980 إما 1980 وهي على الأكثر أو 1981 لكن على الأكثر 1980 حينما كانت الحسينية النجافية الحيدرية في قوم كانت تقيم برامجها ومجالسها في مسجد الشيخ محمد تقي بهجت في القزرخان في مدينة قوم المقدسة لم تكن هناك بناية خاصة بالحسينية الحيدرية النجافية كانوا يقيمون برامجهم في مسجد الشيخ محمد تقي بهجت كنت أحضر وأواضب على الحضور في تلك المجالس ولكنني صدقوني في مجلس من المجالس خرجت وما عدت إليها وما عدت إليها إلى اليوم ما حضرت ما حضرت بعد ذلك في الحسينية الحيدرية النجافية ولذا أخذت عهدا على نفسي إذا تسنت لي الأمور أن أفتح حسينية وفعلا بعد ذلك بمدة ما هي بطويلة جدا فتحت حسينية كي أتحدث فيها كما أريد ما الذي أخرجني من الحسينية كان المنشد في يوم من أيام أفراح أهل البيت كان ينشد القصيدة الكوثرية دعوني من القراءة الخاطئة ما هذا شيء معروف عن الشيعة جميعا ونحن تعلمنا القراءة الخاطئة من مراجعنا الثولان هم إذا ما قرأوا شيئا وحتى في الورقة يقرؤونه يقرؤونه خطئا نحن تعلمنا القراءة الخاطئة للقرآن للأدعية للزيارات للروايات الآن الأدعية التي تبث عبر قناة القمر القراءة فيها خاطئة خصوصا القراء العراقي لا يحسنون القراءة كثيرون يقولون لماذا دائما تخرجون القراءة الإيرانية ما عندنا من قراءة أصواتهم جميلة لا يحسنون القراءة والآن الذين نخرجهم يقرؤون الأدعية يقرؤون الزيارات يقرؤون النصوص قراءاتهم خاطئة لكن هذا هو الموجود على أي حال دعوني من القراءة الخاطئة للقصيدة فهذا أنا متعود عليه متعود على أن أسمع القراءة الخاطئة لأي شعر يقرأ في الحسينيات والمساجد الشعية فضلا عن القرآن وفضلا عن الروايات والأحاديث أنا أسمع هذا يقرأ الأبيات والتي أعرفها منذ صغري أنها أبيات غزل بمذكر يقرأها ومع كل بيتين يرفعون أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد وقد جلس في صدر المجلس صف من العمائم الكبيرة ما بين آية من آيات الله وبين حجة من حجج الإسلام والمسلمين وأولاء المطاية ذول الآيات والمطاية أيضا كانوا يشاركون الناس في الصلاة على محمد وآل محمد لما يقرأه هذا القارئ والله تعجبت قلت إذا كان عوام مشيعة لا يعرفون الشعر محذورون هذه المطاية القاعدة ذول الآيات آية الله آية الله حجة الإسلام هذه المطاية القاعدة هذه دارسة مفتهمة هذه صدقوني منذ ذلك اليوم خرجت من الحسينية الحيدرية النجفية وما عدت إليها منذ أن كانت في مسجد الشيخ محمد تقي بهجة كانوا يقرؤون القصيدة الكوثرية التي هي في التغزل بغلام والشاعر يريد أن يلوط به سأقرأ لكم القصيدة المشكلة هذا الكتاب فيه شرح للقصيدة والذي كتب الشرح هو ابنه ابن رضا الهندي يشرح أبيات اللواطي وأبيات الغزل بالمذكري برسول الله صلى الله عليه وآله نحن نعيش مع أي حمير مع أي حمير يا جماعة احنا مسوين شي مسوين شي وما ندري قلونا قلونا هالمطاية زخ علينا مطي ورامطي هذه المرجعية بالنجف تخرج لنا الحميرة بعد الحمير ماذا نفعل ماذا نقول نذهب إلى فاصل يا مئين الضعفاء يا صاحب الغرباء يا ناصر الأولياء يا قاهر الأعدام يا رافع السماء يا أنيس الأصف يا حبیب الأتقيا يا كنز الفقراء يا إله الأغنية يا أكرم القرم سبحانك يا الغرب يا كافيا من كل شنگ يا ضائم على كل شنگ يا من لا يشبه هو شنگ يا من لا يزيد و في ملک هیشنگ يا من لا يخفى عليها شنگ يا من لا ينبص من خزائن هیشنگ يا من لا يزيد كمثله شنگ يا من لا يعزب و من علمه شنگ يا من هو خبير به كل شنگ يا من وسعت رحمته و كل شنگ سبحانك يا لا إله إلا أجواد شبر في الجزء التاسع من موسوعته أدب الطف صفحة 244 يقول وأجواد شبر أديب وشاعر ومؤرخ يقول ومن روائعه التي اشتهرت يتحدث عن رضا الهندي ومن روائعه التي اشتهرت وحفظها القاصي والداني قصيدته الكوثرية والمقطع الأول منها في الغزل لكنه ما قال في الغزل بالمذكر إلا أن هذا لا يخفى على إجواد شبر وأمثاله من الأدباء والمطلعين على تفاصيل وقائع النجف والمقطع الأول منها في الغزل وباقيها في متح الإمام أمير المؤمنين عليه صلوات الله عليه عودوا إلى الأدباء لا إلى المعممين المعممون حمير 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 لا تعودوا إليه وربما تجدون معممان يعرف الحقيقة لكنه في سبيل الدفاع عن العمامة والمرجعية سيضحك عليكم يكذبون يكذبون وحق الحسين يكذبون أكثرهم مطايا واللي يفتهم منهم كذاب كذاب هذا هو واقع الحوزة الطوسية القذرة النجسة أقول هذا عن معايشته أقول هذا عن تجربته وهم يسمعون ني الآن ووالله يعرفون أن الذي أقوله هو الحقيقة بعينها أكثر المعممين في النجف وكربلاء وسائر الحوزات الأخرى مطايا لا فهم ولا علا من المرجع إلى أصغر واحد أكثرهم طرطبيسية طرطبيس ما يعرف الجمعة من الخميس وإلا كما نخلت لكم سطر قاعدين أكثر من النعل قاعدين آيات وحجج ما بيهم واحد يفتهم هذه القصيدة المقطع الأول منها لا يناسب أن يقرأ في مجالس أهل البيت لكن القصيدة تقرأ بكاملها في كل مكان من بيوت المراجع في النجف وفي الأعراس ما تسوي هذا الشيعة الغبران بأفراحهم يذمون رسول الله بهذه القصيدة ويذمون أهل البيت وحينما يموتون يقرؤون دعاء العديلة ويوصي بعضهم بعضا أن يقرأوا دعاء العديلة له عند موته ودعاء العديلة ليس من أهل البيت كتبه أحد الطوسيين والعقائد التي فيه عقائد ضلال التوحيد الذي فيه توحيد شركي بحسب توحيد العترة الطاهرة وحق أمير المؤمنين وقد تحدثت عن هذا بالتفصيل وبالوثائق وعودوا إلى برامج لوين الظلون مطاهر لوين الظلون مطاهر هكذا يبدأ رضاء الهندي قصيدته الكوثرية أمفلج ثغرك أم جوهر لا أريد أن أشرح الكلمات سيطول الحديث بي وإنما أذهب إلى النقاط التي لا بد أن تعرفوها أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر الثغر المفلج الثغر الذي أسنانه بيضاء فيما بينها فواصل ليست ملتصقة فهو يخاطب هذا الغلام الجميل الذي يعشقه نظريا لن نقول عمليا نظريا هذا شعر في اللواط النظري أمفلج ثغرك أم جوهر هو يسأل غلامه الذي يعشقه بالتعبير الشعب العراقي يسأل الفرخ أمفلج ثغرك أم جوهر يقول له هذه هذه أسنانك جوهر أم أنها لؤلؤ منضد بهذه الطريقة هناك فواصل بين أسنانك نظمت نظما ورحيق رضابك أم سكر إنه يمص شفاهه فيقول له هذا الذي أمصه من شفتك ومن شفاهك هذه الرطوبة والنداوة هذا رحيق أصل العسل أم هو سكر إنه يخاطب غلامه يحجي وي الفراخ تفتهمون لولا يا مطاير كيف تخاطبون رسول الله بهذا الخطاب هذا هو نتاج المرجعية في النجف أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر هذا القبح هذا الخطاب لرسول الله كيف تنقله يا رضا الهندي كي تخاطب به غلامك الافتراضي غلامك المأبون هذا أقبح شيء مما يفعل هذا خطاب لرسول الله وهذا هو الذي غرر بالشيعة فتصوروا أن الخطاب في القصيدة لرسول الله مهم شيعة نوابخ عباقرة من سواهم نوابخ وعباقرة المرجعية المرجعية هي سوتنا نوابخ وعباقرة وعلماء ممراجعنا كل شيء يفتهمون علم علم وفهم يخر من كل صفحة قد قال لثغرك صانعه هذا يتحدث عن غلامه المأبون إنا أعطيناك الكوثر والخال بخدك متى كان في خد رسول الله خال في أي رواية لم يكن في خد رسول الله خال إنه يتحدث عن غلامه عن الفرخ والخال بخدك أم مسكه هذا الخال هو خال أم أنه نقطة مسك لأن المسك لونه حينما ينضج يميل إلى السوات المسك في أصله من دم الغزال لكنه حينما ينضج ويكون ناضجا يميل إلى السوات فهو يقول لغلامه والخال بخدك أم مسك نقطت به الورد الأحمر خدك هذا الأحمر كالورد هذا خال فيه أم هو مسك أنت جملت به خدك هل هذا يقال لرسول الله طيح الله أحذكم طيح الله أحذكم طيح الله أحذكم في الحسينيات وفي الهيئات وفي برامج القنوات السستانية والشرازية يخرجون علينا على أساس شعراء ويقول لكم أنتم بوعراء مو شعراء بوعراء أنتم تم مو شعراء بوعراء كيف تقولون أن الكلام هذا عن رسول الله هذا كلام عن فرخ هذا فرخ رضى الهندي الفرخ الافتراضي لرضاء الهندي وَالْخَالُ بِخَدِّكَ أَمْ مِسْكُنْ نَقَّطْتَ بِهِ الْوَرْدَ الْأَحْمَرَ أَمْ ذاكَ الْخَالُ بِذَاكَ الْخَدِّ فَتِيْتُ النَّدِّ عَلَى مَجْمَرَ الند هو العنبر العنبر هذا الذي يستخرج من البحار مما تقذفه أحشاء الحيتان ويكون لونه ضاربا إلى البياض أم ذاك الخالب ذاك الخدي فتيت الند على مجمر على مجمر البخور أنه يتبخر بالعنبر يصف هذه الحالة يقول له يصف هذه الحالة يقول له أم ذاك الخالب ذاك الخدي فتيت الند كالذي فتى العنبر على المجمر على المكان الذي يوضع فيه البخور عجبا من جمرته تذكو من جمرة خده وبها لا يحترق العنبر عجبا من جمرته تذكو وبها لا يحترق العنبر يا من تبدو لي وفرته كان شعره طويلا ما هو غلام مخنث يا من تبدو لي وفرته وفرة الشعر قد تكون على الأذنين وقد تكون على الجبهة أو بوكذيالة يا من تبدو لي وفرته في صبح محياه الأزهر فأجن به بالليل إذا يغشى والصبح إذا أسفر يأتي بألفاظ من آيات الكتاب الكريم ويحشرها في هذا الكلام الوسخ ارحم أرقا أرقا لا ينام بسببك بسبب عشقك ارحم أرقا لو لم يمرض بنعاس جفونك لم يسهر جفونك النائسة هي التي أمرضتني وجعلتني أرقا لا أنام تبيض لهجرك عيناه تبيض لهجرك عيناه مثلما بيضت عينا يعقوب على يوسف يشير إلى هذا المعنى تبيض لهجرك عيناه حزنا ومدامعه تحمر يبكي دما يا للعشاق لمفتون بهوى رشأ أحوى أحوار هل هذه أوصاف رسول الله الرشأ هو ابن الغزالة ابن الغزالة الذي كبر وصلح جسمه ونمى لحمه وعظمه أحوى الذي شفاهه لونها داكن فكرة أحمر الشفاه من هنا نشأت فهذا في الحضارات القديمة يعتبرونه شيئا جميلا في الشفاه إن كان في شفاه النساء أو في شفاه الغلمان الأحوى الأحوى هو الذي شفاهه داكنة فإن لم تكن تلون بلون داكن لا تبقى بلونها الفاتح لأن اللون الداكنة يثير ما يثير في النفس فهل هذا يقال إلى رسول الله من أنه رشأ أحوى هذه صفات تقال للغلمان الذين يلاطوا به يا للعشاق لمفتون بهوى رشأ أحوى أحور الأحور هو الذي سواد عينه واضح شديد وبياض عينه كذلك ومنه الحوراء إن يبدو لذي طرب غنى يعني أن المغنين إذا رأوا رسول الله يغنون أم أن هيبته هي التي ستسيطر عليهم إن يبدو لذي طرب غنى أو لاح لذي نسك للعبادي كبر آمنت هوا بنبوته هذا الشارع يتحدث عن الإيمان هذا أحمد ابن رضاء الهندي يقول الإيمان معروف وهو اعتقاد يقول الإيمان معروف وهو اعتقاد أصوله خمسة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد والإمامة إلى آخر الكلام يستمر آمنت هوا بنبوته هو يقول آمنت هوا بنبوته بما يميزه عن غيره من الغلمان هذا المراد آمنت هوا بنبوته وبعينيه سحر يؤثر هل هذا يقال لرسول الله هذا كلام الوليد ابن المغيرة المخزومي في سورة المدثر هذا هو الذي قاله عن رسول الله وعن قرآن رسول الله في الآيات من الآية الحادية والعشرين وما بعدها من سورة المدثر ما بعد البسملة ثم نظر ثم عبس وبسر من هو هذا الوليد ابن المغيرة المخزومي ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقار هذا قول الوليد ابن المغيرة المخزومي الله يتوعد على هذا القول سأصليه سقار وما أدراك ما سقار لا تبقي ولا تذار لو واحة للبشر افتهمتوا لو ما افتهمتوا ما راح تفتهمون ما راح تفتهمون ما زلتم على المذهب الطوسي ما راح تفتهمون ما زلتم تمشون وراء المطاير ما راح تفتهمون ما راح تفتهمون وستبقون على الضلال آمنت هوا بنبوته بما يميزه بعلوه النبوة العلو بعلوه على سائر الغلمان وبعينيه سحر يؤثر هذا لا يقال لرسول الله هذا الكلام كله يأتي به من آيات الكتاب يضمن هذه الألفاظ هذه القصيدة وهو يتغزل بغلام إلى أن يقول له يا من قد آثر هجراني وعلي بلقياه استأثر فهل يقول رضا الهندي لرسول الله هذا القول يا من قد آثر هجراني وعلي بلقياه استأثر إلى أن يقول فأجل الأقداحة بصرف الراح الراح الخمر عسى الأفراح بها تنشر واشغ اليمناك بصب الكأس وخلي يسارك للمزهر المزهر هو العود الآلة الموسيقية فهل يقول رضا الهندي لرسول الله هذا القول ولا يضحكون عليكم يقولون لكم هذا شعر رمزي الشعر الرمزي ليس هكذا هذا شعر عبارة ما فيهم الرموس المراد من الشعر الرمزي هو الشعر الصوفي هذا شعر غزلي ظاهر سطحي خليع وسخ وهو غزل بمذكر واشغ اليمناك بصب الكأس وخلي يسارك للمزهر للعود فدم العنقود وهو الخمر العنقود عنقود العنب ولحن العود وهو المزهر يعيد الخير وينفشر هل هذا منطق العترة الطاهرة هذا منطق السفلة الذين يتمثلون بهم هؤلاء العلماء الأعلام يقول له بكر للسكر قبل الفجر فصفوا الدهر لمن بكر هل يقول هذا لرسول الله قولكم أنتم مطاية بقار بشار من هنا صنف أنتم بكر للسكر قبل الفجر فصفوا الدهر لمن بكر هل يقال هذا لرسول الله بكر للسكر قبل الفجر هذا عملي يقول هذا عملي عملي القبيح فاسلك سبلي إن كنت تقر على المنكر إذا كنت تريد أن تستمر معي على شرب الخمر أو أن أمصر ضابك أو أن أفعل فيك ما أفعل هذا عملي فاسلك سبلي إن كنت تقر على المنكر فلقد أسرفت أسرفت على نفسي وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر ثم يقول بعد ذلك سوت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر فهل ما كان من مديح لرسول الله يسود صحائف أعمالنا وقت وقت الحلقة صار أطول نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أقول لأخوتي وأخواتي وأبناء وبناتي من غير الطوسيين اللعناء الثيران ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء إلى سائر الأوصاف الأخرى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله